قال محام هندي إن محكمة هندية فرضت حظرا على تجمعات كبيرة للمسلمين من أجل الصلاة في أحد أمرز المساجد بشمال الهند بعد أن عثر فريق مسح على آثار لإله يعبدونه إله نسي شيفاء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة ونموز نسية أخرى بموقع المسجد أضفها المحام هس جين أن قاضي المحكمة في فرنسا أقدس مدينة في الديانة الهندسية حيث يقع مسجد جيان فابيا التاريخي قضى بأن تقتصر التجمعات الإسلامية هناك على عشرين شخصا وأمرت المحكمة بإجراء دراسة مسحية في المسجد بعد أن سعت خمس نساء يمثلهن جين للحصول على إذن لأداء طقوس الهندسية في جزء منه وقالت النساء أن معمدا هندسيا كان قائما ذات يوم في المكان